السلام عليكم كديرين نتمنى تكونوا كاملين على خير و بخير و مرحبا بكم معايا في قناتي شاف ماليكا اليوم أخوتي سنشارك معكم البغرير بطريقة سهلة ناجح المئة بالمئة تبعوا معايا المراحل من الأول حتى الأخر نحن ندوزوا الطريقة و المقادير هنا عندي المقادير كمية كبيرة انتم لا تقدروا تديروا هنا نصف ديالة كما اشتوا هنا عندي ثلاثة الزلايف ديال سميدة اللي تنذيروا بها الحرشة وزلافة ديال فارينة هنا تقدروا تديروا نصف الكمية ديال المقادير عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة ومعلقة صغيرة ديال السكر سانيدة ومعلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال الخل الخل هو هو الذي يخلي البغرير يتقب ونزيد نستخدم الماء بارد و ليس بارد و ليس بارد و ليس بارد و ليس بارد ثلاثة زلاي في الأول و في الأخر نزيد زلافة و أخرى نستخدم الماء بارد و ليس بارد ، ثلاثة ماء بارد نخلط الماء بارد و اضطمت الماء بارد و معلومة نطحنه جيدا نضيفه 5 دقائق نضيفه 10 دقائق نضيفه 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 نضيفج نضيفه كما اشتونا سوف ندير معكم واحدة اخرى. هانتم ما شاء الله سوف تحطوا المقلة دي لكم فوق النار وتخلي واحد تتخن مزيان وعطقه وطيبه والعافية تكون مجهده. ستقوني بالطريقة هذي هذي نجح لكم البغرير. شتو ما شاء الله محمر من التحت. هانتم ما غادي نشارك معكم واحدة اخرى. وهكا غادي نستمر حتى نطيب البغرير ديالي كامل. هكا تيجي على شكلادة. والمقلة خليوها يلا البغرير متقوش تستعملوها في حاجة اخرى وهذا والبغرير ديالي كيمشتو الكمية كبيرة ما شاء الله انتم ما تقدروا تديرو يلا نص دياله إلا كان هكا ما عندكم ش افراد العائلة بزاف. اه هنا دارتو حزليفة فيها شوية لعسل وشوية ديال الزبدة لي دوبتم وصافكة اللي تريد زيت البلدية زيت العود وهذا والبغرير ديالي غادي نضوق معكم اشتركوا في القناة